اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والآية من سورة التوبة وهي الآية السادسة والثلاثون والأشهر الحرم أيها الأفاضل وأيتها الفضليات أربعة أشهر وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم روى البخاري ومسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال السنة إثنى عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان ولما سميت بهذا الاسم؟ سميت بذلك الاسم أي بالأشهر الحرم لأمرين اثنين وهما تحريم القتال فيها إلا أن يبدأ العدو والأمر الثاني حرمة انتهاك المحارم فيها أشد من غيرها فالمحارم منهي عن انتهاكها في كل أشهر السنة عامة وفي هذه الأشهر خاصة فهي أشد حرمة في هذه الأشهر العظيمة ولذلك نهان الله تعالى عن ارتكاب المعاصي في هذه الأشهر فقال سبحانه وبحمده فلا تظلموا فيهن أنفسكم الآية ومع ارتكاب المعصية التي حرمه الله عز وجل في كل أشهر السنة فنجد أنه في هذه الأشهر أشد تحريما إذن ومع أن ارتكاب المعصية محرم ومنهي عنه في هذه الأشهر وغيرها من أشهر العام إلا أنه في هذه الأشهر أشد تحريما قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره فلا تظلموا فيهن أنفسكم قال رحمه الله يحتمل أن الضمير يعود إلى الاثني عشر شهرا وأن الله تعالى بيّن أنه جعلها مقاديرا للمقادير للعباد وأن تعمر أو تعمر بطاعته ويشكر الله تعالى على منته بها وتقييضها لمصالح العباد فالتحذروا من ظلم أنفسكم فيها وقال رحمه الله في الاحتمال الثاني ويحتمل أن الضمير يعود إلى الأربعة الحرم وأن هذا نهي لهم عن الظلم فيها خصوصا على وجه الخصوص والتحديد مع النهي عن الظلم في كل وقت من أوقات العام أي في الأشهر المتبقية من الاثني عشر شهر لزيادة تحريمها وكون الظلم فيها أشد منه في غيرها وكون الظلم فيها أشد منه في غيرها انتهى كلامه ورحمه الله ولذلك عندما ننظر إلى هذه الأشهر لابد لنا أيها الأفاضل وأيتها الفضليات أن نهتم بها اهتماما طيبا مباركا يدل على الوعي والفهم والإلمام بأيام الله عز وجل وأن لا تنظر علينا الأيام ونحن لا نعلم ماذا بها وما الواجب علينا فيها طب هل خصصت هذه الأشهر بأعمال معينة؟ نعم فشهر الحج هو ذو القعدة وذو الحجة كما لا يقفى عليكم وشهر المحرم له مكانة عظيمة أيضا والشهر الذي دخل علينا ونحن في أول أيامه في هذا اليوم وهو يوم السبت الأول من شهر رجب والمصادف للثالث عشر من الشهر الثاني من العام واحد وعشرين وعشرين للسنة الميلادية دخل علينا شهر يتناقل الناس عنه كلاما كثيرا بل وأحاديثا والأصل أنه شهر عظيم لأنه من الأشهر الحرم التي عظمها أهل الجاهلية ونحن أولى بتعظيمها وأولى بالاهتمام بها وأولى بالاستقامة على الطاعة فيها وفي غيرها قال الله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم الآية ولذلك هذا الشهر العظيم الذي دخل علينا شهر من الأشهر الحرم وله مكانة وفضل في أن نبتعد فيه عن ظلم أنفسنا وغيرنا ولا شك في ذلك فالظلم ظلمات يوم القيامة والظلم حرمه الله عز وجل على نفسه وجعله بيننا محرما فعلينا أن نبتعد عن كل أنواع الظلم لأن الله عز وجل نهان عن ذلك فقال سبحانه وبحمده فلا تظلموا فيهن أنفسكم طيب ما بال رجب وما الذي له وما الذي عليه هو شهر عظيم وهو من الأشهر الحرم والتي يجب أن نعظمه وأن نستقيم على الطاعة فيه وفي غيره وفيه نكون أشد استقامة فهذا الشهر لم يثبت له دعاء خاص ولم تثبت له صلاة خاصة ولم يثبت له صيام خاص ولا عمرة خاصة ولا عبادة خاصة تفعل فيه دون غيره بكيفية معينة أو بصفة معينة لأن ذلك يقينا إن كان قد فعله النبي لنقل إلينا فديننا دين إسناد ما فعله النبي دونه الصحابة ونقله الصحابة للتابعين ونقله التابعون لتابع التابعين وهكذا حتى وصل إلينا في كتب السنة كما لا يخفى على الأفاضل والفضليات فهذا الشهر قال عنه الناس كلاما كثيرا ويقولون عنه بعبارة مشهورة على الألسن والبعض يظن أنها حديث وهي ليست كذلك اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان وجميع المسلمين ونحن في صحة وعافية وقد رفع عنا هذا الوباء وقد رفع عنا هذا الوباء اللهم استجب يا حي يا قيوم يا رب الأرض والسماء هذا حديث ضعيف ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما أن يفعل المسلم ما كان يفعل في هذا الشهر وفي غيره من عبادة معتادة كأن يكون ممن يصوم يوما ويفطر آخرا أو يصوم الاثنين والخميس أو يصوم ثلاثة أيام من كل شهر أو يصوم الأيام الثلاثة البيض الثالث عشر وضاب عشر والخامس عشر فليفعل وأن يكون ممن يقوم الليل فليفعل وأن يكون ممن يسبح وأن يقرأ وردا معينا فليفعل ما يفعله في المعتاد أما ما يتداول وما يتناقل من تخصيص هذا الشهر العظيم وهو من الأشهر الحرم ونعظمه وندعو الله أن يحفظنا فيه وفي غيره وأن يعيننا على الطاعة والاستقامة في أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا فهذا واجب علينا ولا شك ولكن لم تثبت لهذا الشهر عبادة بعينها أو صيام بعينه أو دعاء بعينه لأن ذلك كما قلت وأعيد مذكرا نفسي وكل من سيستمع أو يشاهد هذا المقطع أو هذه الومضة أن ذلك إن حدث لنقلا إن حدث لنقلا قولا واحدا لا بعده ولا قبله فقد نقل الصحابة كل ما كان من شأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلينا وتعلمنا من ذلك وعلمنا أنه ما علم خيرا إلا دلنا عليه وما علم شرا إلا وحذرنا منه وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فعلينا أن نتبع ولا نبتدع وعلينا أن نستقيم على طاعة الله عز وجل وعلينا أن نكتفي بالسنة الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كي ننجو بإذن الله عز وجل أدعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزقنا وإياكم تعظيم هذه الأشهر وأن يرزقنا فيها العمل الصالحة وأن يرزقنا فيها الاستقامة في الأقوال والأفعال والأحوال وأن يرزقنا وإياكم وجميع المسلمين العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص والاتباع وأن يرزقنا وإياكم وجميع المسلمين حسن التوبة والأوبة وحسن الخاتمة والفردوس الأعلى إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين